في الشرق الأوسط فعلاً وبأ التدين أو مظاهر التدين الخارجي اللي ودى بلادنا وشعوبنا بحروب كثيرة لأول ولآخر أنهار من الدماء وآخرها طبعاً العراق وسوريا وأنا كنت هناك وشفت المآسي باسم الدين باسم الدين من ناحية تانية في الغرب عم بقولوا لألا أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فحتى حكاها بيل جراهم قال يعني نو وندر أنت تستغربوا بتقولوا وين الله طب لما الله أنت منعتوا الصلاة في المدارس ولما البلد اللي تأسست على الأخلاقيات اليهودية المسيحية المبادئ المسيحية ولما البلد يعني عم بتطالب أنه نبعد كل هاي الأمور الإجهاد يعني قتل النفوس بالملايين بالملايين الشزوز الجنسي وعم بلغوا كل حاجة مساحية اليوم في الغرب في اسم العلمانية بينما ديانات أخرى ممكن تيجي على الغرب وعم بيكبروا طبعا وإحنا باسم العلم عم فالنتيجة أنه في شرور في مقاسة في أشياء اللي بتحدث طبعا ضربات مالية مادية دون دول يعني في خطايا الشعوب وده يا أساس نظار برضو نأكد عليه حرية إرادة الإنسان طب ما إحنا عندنا دول ملحدة لكن ما دخلتش في البلاوي اللي دخلت فيها سوريا والعراق واليمن وليبيا شميعنا المنطقة دي الإنسان بحريته بس برضو كمان الله بعيد يعني الفكرة أنه يوم من الأيام رح نواجه الرب الشخص اللي بشرق الأوسط رح يواجه بتدينه وبسحره وبتزييفه والشخص العلمان والملحد اللي في الغرب كمان رح يواجه الرب فالتنين دي واجهوا الرب ده بات موسيقى اشتركوا في القناة